موعد مباراة الوداد الرياضي المغربي وشبيبة الخبائل الجزائري في الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا مباراة الصدارة وحسم المركز الأول والمركز الثاني في بداية الفيديو حابب أقول كل عام وأنتم بخير رمضان كريم عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات عندنا مباراة مهمة جدا في الجولة السادسة والأخيرة بالنسبة للمجموعة الأولى ما بين نادي الوداد الرياضي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري اللي موجودين في المجموعة الأولى رفقة فيتا كلوب الكنجولي وبترو أتلاتيكو الأنجولي الترتيب قبل بداية الجولة السادسة شبيبة القبائل في الصدارة عشر نقاط والوداد الرياضي المغربي في المركز الثاني أيضا عشر نقاط بيترو أتلاتيكو في المركز الثالث أربع نقاط وفيتا كلوب في المركز الرابع أربع نقاط المتأهلين رسميا خلاص تحدد المتأهلين إلى ربع النهائي عزبة الأبطال نادي الوداد الرياضي المغربي مليون مبروك شبيبة القبائل الجزائري مليون مبروك لكن المباراة الأخيرة هتحدد من أول ومن ثاني عن هذه المجموعة طيب موعد المباراة تم تحديده من الاتحاد الأفريقي النهاردة هيكون يوم السبت 1 إبريل 2023 1 أربعة 2023 الساعة العشر مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر الحادية عشر بتوقيت مصر والسودان وليبيا الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت السعودية والعراق واليمن المباراة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء على قناة بي انس بورد اتش دي فور تعليق إما المعلق جواد بدا وإما المعلق الجزائري حفيز دراجي الحكام تم تعيين الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل توم أبونجيل من جنوب أفريقي المدربين طبعا يدرب النادي الوداد الرياضي المدرب جاريدو ويدرب الشبيبة ميلود حمدي طبعا تأهل الفريقان إلى دور ربع النهاية ولكن أهمية المباراة تأتي في أن الفريقان يريدان أن يتحصل على المركز الأول في هذه المجموعة كل واحد عايز يكون المركز الأول عشان يتفادى فرق المركز الأول في دور ربع النهاية وهتكون مباراة شيقة وممتعة في صهرة رمضانية كروية إن شاء الله نستمتع بها في ملعب مركب محمد الخامس اللي منتظر يكون مقتص بالجماهير وهتكون الجماهير طبعا موجودة بكسافة في هذه المباراة لتشجيع الوداد الرياضي المغربي وأيضا شبيبة القبائل الجزائري توقعوا لنا نتيجة المباراة في التعليقات ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان تتابع معنا كل الأخبار الرياضية ياريت شير مشاركة في كل الجروبات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته